خرج اترام يهدد ايران بانه ينقض الاتفاق النووي وينقض ما اراد وما كتبه نقول له انقض ان شئته فنحن فرحون بما تنقض لان مولاي وصاحبي ومعلمي يقول اذا ما نقض اترام وهذا للايراني وغير الايراني ولاجلاف العرب اذا ما نقض اترام عهده فوالله لن نقبل منه عهدا لانه غادر في كل شيء وهؤلاء قتلت الانبياء والرسل والمؤمنين والمتآمرين على الدين والمتآمرين على سلمية الاسلام فابشر ان امرنا سيأتيهم بختة سألت معلمي ايا معلمي ان الناس قلوبهم رجفة وعقولهم خائفة فماذا تقول قال ويحكه ان الذي نصر حزب الله وايده وقذف في قلب الاسرائيل الرعب وترسانته العسكرية وبنا جنوب لبنانا بعد ان كان خاويا على عرشه باحل ما يكون وبابها صورة اراد ان يقول لهم الله يقول خربها عدوكم وبناها عدوكم فماذا تقولون اليس هذا نصر من الله انكم عجزتم عن ان تبنون فسهل الله من يبني لكم اذا هذه آية يا حزب الله يقينا آية وما تأتيهم آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضي انها آية كبرى لو عرف الناصة والله اذا لا تخافون ان تهدم بيوتكم او يشن العدو عليكم حربا فوالله والله يقول معلمي وتعجبت من قوله واني لا اتعجب ابدا لاني مؤمن بقوله قال اذا ما شنت اسرائيل حربها على لبنان ستسقط كل الانظمة مجرد ان تنتهي الحرب وتوضع ازارها لن تجد آل سعود على الخريطة او الاماراتية ولن تجد احدا من المنافقين حولك على الاطلاق قلت عجبا قال او تتعجب من امري ويحك قلت والله ان الامر اني استعجل الحرب اليوم قبل غد قال لا تستعجل شيء لاننا لا نريد الحرب لانها كره ولا نبدأ اعداؤنا بقتال حتى يبدأون قلت وماذا بدأ العدو بقتال قال هم يجمعون هم يجمعون حثالات شعبهم والمارقين وطائراتهم ونحن نجمع ملائكة السماوات والجن ونجمع لهم ما لا يستطيعون جمعه الايمان الذي في قلوبنا والرعب والذي في قلوبهم فننتصر ويولي الدبر وتخرب بيوتهم فلا يستطيعان يبنيها السعودي وغيره لن ستخرب تخريبا كاملا اما نحن سنبني لكم بيوتا ونهيئ لكم مثل ما هيئنا لكم اول مرة لن نتخابع لعنكم فمن ينصر الله ينصره ويبني له بيتا في الدنيا وفي الجنة فعلى اي شيء ان تحزن قلت والله اني اخاف ان اقول اتمناها اليوم قبل الغد قال لا تمنى الحرب لانها جرح وهذا الجرح حتى يأذن الله به سنكون اول المقدامين اليه واول الصابرين عند وقوعه واول السابقين الى جنانه واول المضحين بارواحنا واعناقنا فنقول والله يا حسين لقد تعلمنا منك الدرس وفزنا بك ولن نقول مثل ما يقول التكفيريين والمارقين والفاسدين والجبناء يا ليتنا كنا معكم لنفوزة فوزا عظيما بل نقول نحن معكم ونحن الفائزين ونحن الذين لا نخاف لا يخاف عليهم ولا هم يحزنون نعم نقول لبيك يا حسين مثل ما حررت كاركوك ستحرر كل الارض العربية يقينا بهؤلاء ستحرر البدر scare